من الشخص اللي يستحق أننا نحبه من جلب ونعطيه من وقتنا ونضحي علشانه؟ أنا بشوف بصراحة أن العلاقات الإبقاء على العلاقات في ظل الزمن السريع ده اللي هو بيطلب منك أنك ما تبقاش أفرج في أي حاجة لازم شكلها كيبقى تحفى جسمك يبقى تحفى تروح الجيم وتعمل دايت وتشتغل جامد دلوقتي الأكسبكتيشنز بقت من الشخص عالية قوي فالبني آدم بقت حياته سريعة أنا بشوف أن العلاقات لازم فيها مجهود رهيب مفيش علاقة سواء صداقة سواء حتى علاقتنا بأهلنا لازم بيبقى فيها اهتمام واستثمار على قد ما تقدر يعني أنا ساعات بنشغل بصراحة وجدتي مثلا تبعاتلي ماسدش كده التقنيب دمير اللي هو أنا ساعلانة منك كنتي مسألتيش عليا ومش عارفة إيه وكده بقوم رفع سمعت التليفون قطيب خطرها الحاجات دي دي حاجات بتحتاج مجهود يومي كمان الجواز عمتا أو الناس اللي بيتجوزوا بيبقى فيه صعوبات كتير ما كل واحد جاي من background كل واحد بيعمل حاجات مختلفة ثقافات أفكار مختلفة معتقدات مختلفة إزاي هنقرب كل الحاجات دي البعض ومش من أول المشكلة أنا بشوفها بصراحة إن ما فيش حد بيبقى على العلاقات عشان مش من أول مشكلة لازم نبعد لازم بيقى فيه مشكلة واثنين وتلاتة ونصر على بعض الإصرار ده بقى هو اللي بيخلي العلاقات تبقى يعني الناس اللي بتيجي مثلا ويه عندها سبعين سنة اتنين مسكين إيد بعض دول لازم تفهم إن دول عدوا بمشاكل كتير جدا وأصروا إن هما يكملوا حياتهم لكن لما إنت بتشوف إن خلاص أنا حياتي مش هتكمل مع الشخص ده ساعتها إنت بتجيبه لكن مش مع المشاكل لإن طبيعي هيحصل اختلافات بس أنا بصراحة باحترم وبتشجع كده من الشخص يجي أنا زعلان منك في واحد اتنين ثلاثة مش بقى تومنجاري الحياة اللي هي مالك ماليش مالك مفيش ماش عارف إيه ونفضل بقى الواحد يعمل بوزلز في دماغه مفيش وقت ولا مجهود للحاجات دي فتيجي ستريت فورورد أو تيجي على طول في الضغري أنا زعلان منك في واحد اتنين ثلاثة هل أنت عندك استعداد تصلح الحاجات دي ولا أنت وهذا الوضوح بالمشاعر يعني أنا لازم أوضح لك أن أنا يعني ساعات الشخص يسوي أشياء ما يدري أنه غلط بحق الشخص الآخر فأنا لازم أن أكون واضح في مشاعري وأقول لك شو نجي أسير معي بالضبط أقول لك تضايقت من شيء معين أو ما عجب نتصرف معين ولا أنت ما رح تدري ما هو ده لازم تعرف الشخص اللي قدامك بيتكلم أنه لغة حب